اهلا وسهلا بكم في الجزء الرابع من المحاضرة الاولى من مقرر تقنيات تصوير طبي انا الدكتور ياسر مصطفى قدح استاذ الهندسة الحقيقية الطبية بجامعة القاهرة هنستكمل في المحاضرة دي الجزء بتاع الاتجاهات العامة لتقنيات تصوير طبي اللي بدأنا فيها المحاضرتين السابقتين اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا اتجاهات عامة لتقنيات تصوير طبي وكلمنا على تصوير التشريحي وتصوير الاوايا الدمائية هنتكلم النهاردة على التصوير الوظيفي وتصوير التركيب الكيميائي وتصوير الارتباط العضو بالوظيفي التصوير الوظيفي الحقيقي هدفه الحصول على صورة تعتمد على خصائص وظيفية للنسيج الحي يعني مش بنتكلم ان احنا نطلع صورة لها نفس الخصائص التشريحية بتاعت النسيج الحي دوت لا ده احنا بنتكلم على ان الصورة نفسها تعتمد اذا كان الجزء دوت من النسيج الحي هل بيقوم بالوظيفة بتاعته بطريقة سليمة ولا مش بطريقة سليمة مثال على كده هو مثلا تصوير استخلاص الغدوة الدرقية لليود لكشف تغيراتها المرضية شكل العام بتاعت تصوير الغدوة الدرقية وده بيتم الحقيقة عن طريق المسح الدري بنتكلم على حاجة بيسميها الجاما كاميرا الكاميرا بتاعت أشاية جاما وده الحقيقة المريض فيه بياخد نوع من أنواع المواد المشعة والمواد المشعة دي بتبقى مختارة بعناية بحيث انها تبقى تدخل في الوظيفة بتاعت العدو اللي احنا عايزين نبص عليه فاحنا بالنسبة لليود هو بيبقى واحد من المواد المهمة جدا علشان مرتبط بالغدوة الدرقية والوظيفة بتاعتها مرتبطة باستخلاص اليود من الدم واستعماله في الوظيفة بتاعتها فلو احنا لقينا مثلا من المسح اللي احنا عملناه دوت ان في عندنا اجزاء ناقص فيها الاستخلاص بتاع اليود زي ما احنا شايفين في الاماكن دي كده بنعرف ان الاماكن دي ما هياش طبيعية لو لقينا في اماكن تانية فيها استخلاص زائد لليود يبقى بنعرف برضو ان فيها مشكلة فبالتالي لو احنا يعني خدنا صورة بالشكل ده كده دي ممكن تساعد الطبيب بشكل كبير ان هو يقدر يعرف اذا كان فيه اي تغيرات غير طبيعية بالنسبة لغدوة الدرقية ولا لا ويحاول يعالجها بعد كده بالشكل السليم بتاعه احد اهم استعمالات التصوير الوظيفي هو فهم عمل المخ وهو الحقيقة بيكلمنا عن استنباط اماكن النشاط في المخ وتوقيها على الصور التشريحية بمعنى ايه بمعنى دلوقتي ان انا مش بس بكتفي ان انا ااخد صورة للمخ لا ده انا قادر اعرف كمان في وقت معين انهي جزء من المخ هو اللي بيعمل دلوقتي وانهي جزء للنشط في المخ ده طبعا في غاية الاهمية لاسباب كتيرة لان احنا لغاية دلوقتي لسه فهم المخ عندنا قاصر جدا طريقة معالجة المعلومات في المخ لسه لغاية دلوقتي سر كبير لسه ما وصلناش للطريقة اللي بيحصل بيها التعامل مع المعلومات فبالتالي طرق اللي كانت الناس بتستنتج بيها الوظائف بتاعة الاجزاء المختلفة في المخ كانت بتعتمد على دراسات تشريحية لمثلا لبعض الحيوانات بيبقى مثلا يعمل بعض المؤثرات ويقدر ييس من على المخ نفسه بعض القياسات التصوير الوظيف الحقيقي يسمح لنا ان احنا نقدر نعمل كلامنا على شخص حي من غير ما نقدر نعمل من غير ما نحاول نعمل اي تدخل جراهي باي شكل من الاشكال ولا نقيس اي حاجة من داخل المخ في الحقيقة الفكرة بتاعته فكرة بسيطة جدا ان هو بناخد مجموعة من الاماكن اللي في المخ ناخد مجموعة من الشرائح بتاعة المخ ونصورها مع الوقت يعني كل شوية ناخد نفس المكان هو هو ناخد له صورة مع الوقت ونطلب من الشخص دوت ان هو في وقت ملع وقات ما يكونش بيعمل حاجة ووقت تاني يكون بيعمل حاجة معينة احنا بنقوله عليه وانتابع بعد كده يعني نكرر نفس الكلام ده مع الوقت كده يبقى فيه وقت ما بيعملش حاجة ووقت بيعمل حاجة الاماكن اللي بنلاقي فيها شكل التغيرات بتاعتها مع الوظيفة او مع الوقت بالشكل اللي متناسب مع المؤثرات اللي احنا معرضينه ليها دي يبقى معنى كده تتعامل مع المؤثرات دي وتتأثر بيها وتنشط لما تكون موجودة فبالتالي بناخد المعلومة دي ونوقعها على الصورة التشريحية بحيث نعرف ان الاماكن مثلا اللي انها اصفر دي مثلا بتتأثر بشكل كبير اماكن اللي ما هيش ملونة اللي موجودة هنا دي ما بتتأثرش خالص فبالتالي بقدر اخد المخ كله اجزاء المختلفة من المخ كلها واقدر ارسم لكل واحدة فيهم او حط اوقع على كل واحدة فيهم اماكن النشاط اللي موجودة فيها بألوان مختلفة بحيث ان الاصفر مثلا بيقول لي ان المكان ده فيه نشاط عالي والمكان ده فيه نشاط عال شوية لولونه اغمى وبالتالي بقدر ان انا بعد شوية بقدر اتعرف على كيفية تعامل المخ مع المعلومات او مع المهمات المعينة اللي انا بعرضوا ليها طبعا الناس بدأت في الاول خالص من المهمات الحركية والمهمات اللي هي فيها مجرد بس الاحساس مثلا ببعض المؤثرات مثلا البصرية او السمية البتالي تتخش في حاجات ممكن يبقى فيها فهم اعمق شوية لبعض الحاجات اللي فيها ادراك وفيها يعني معالجة عالية المستوى للمشاكل مثلا اللي ممكن يبقى فيها تعقيد وده طبعا في اعتقادي انه هو واحد من اكبر التطورات العلمية اللي هتساعدنا ان شاء الله انها نوصل لفهم المخ بطريقة اعمق في السنين الجاية تصوير وظيفي برضو الحقيقة بيستعمل في تقييم عضلة القلب هنا مثلا دي صورة للريم مناطيسي وباين فيها الجزء الداخلي من القلب وجزء الخارجي بتاع القلب يعني معناك كده الجزء اللي بين الجزئين الاحمر والاخضر دوله بعبرلي عن عضلة القلب عاملة ازاي الحقيقة من الشكل دوت كده بمتابعة الجزء الاخضر وجزء الاحمر ودول الحقيقة بنقدر ان نعمل لهم بطريقة اوتوماتيكية يعني ببعض البرامج بتاعة المعالجة الصور ممكن نحصل على بعض الرسومات البيانية او بعض المعلومات الرقمية بحيث استعدنا ان احنا نريد ان نطلع تقرير مفصل جدا بالنسبة لحالة عضلة القلب بتاعة المريض دوت طبعا احنا مش متكلم على مكان معين في عضلة القلب احنا ممكن ناخد مجموعة من الشراح تغطي كل عضلة القلب ونقدر نطلع تقرير كامل عن كل عضلة القلب اذا كان فيها اي اماكن حصل فيها مثلا يعني بعض الامراض او حصل ان هي ما بقيتش تعمل بالشكل الكافي بحيث نقدر نميز بظلط الاماكن دي وممكن في بعض الاحيان ده بيبقى يعني كافي جدا لبعض الطرق الالاجية بالنسبة لبعض الامراض بتاعة القلب طبعا كون ان احنا نقدر نعمل تصوير بالشكل ده كده تصوير يعني طبي بالشكل ده كده ومننا نقدر نطلع يعني معلومات لا علاقة بطبيعة الوظيفة بتاعة القلب وهي ضغط دم دي حاجة في غاية الاهمية وحاجة الحقيقة لها قيمة عالية جدا في التشخيص ممكن برضو الحقيقة نستعمل التصوير الطبي في حاجة الحقيقة تعتبر يعني مميزة جدا وما اشتركش فيها اي واحدة من التقنيات بتاعة التشخيص التانية وهي تصوير التركيب الكيميائي داخل الشخص الحي يعني مش بتكلم على انها بعمل تركيب الكيميائي بتاعها عينة مثلا للشخص ده خارج الجسم لا بنا نتكلم على استنباط تركيز مواد كيميائي عضوية داخل انسجة الحية واستعملها في تحديد مكونات منطقة معينة بغرض التشخيص ده بنتكلم ان احنا عندنا مريض موجود والمريض ده ما عملنا لوش اي تدخل جراحي ما خدناش منه اي عينة ممكن ناخد جزء معين من صور المريض دي يعني جزء معين احنا نحدده او الطبيب يحدده ونقدر نطلع حاجة زي خريطة كده ونطلع رسم بياني لتركيز مواد عضوية معينة داخل جزء ده اعمل ازاي طبعا انا ممكن اتخيل ان انا الشكل ده كده يسمحلي ان انا اقدر اعمل عينة يعني افتراضية يعني انا اكني دلوقتي بقى متاح المريض بتاعي اقدر ااخد منه اكني باخد عينة اقدر احللها داخل المريض من غير ما اضطر ان انا اخدها برا ووديها المعمل ممكن اعمل تحليل مبدئي داخل المريض باستعمال التقنية دي فبنتكلم مثلا على ان احنا ممكن نعمل الكلام ده داخل المخ الكلام ده ممكن برضو نعمل خريطة لوحدة من المواد الكيميائية مثلا المميزة زي الكولين مثلا ده هنا بيدين خريطة كده فيها التركيزات المختلفة للمادة دي في داخل المربع ده اللي هو داخل المخ كل نقطة من دول كل رقم من دول بيقولي المربع دوت داخل المخ فيه تركيز قد كذا وممكن انا ارسم بقى يعني باستعمال الارقام دي ممكن ارسم اواقها بشكل الوان بحيث اعرف الاماكن مثلا اللي هي فيها تركيزات عالية زي النقطة اللونة احمر دي بتبقى تركيز عالي جدا يعني مثلا هنا تلاتة يعني وتسعة من عشر تقريبا بتكلم مثلا الاجزاء الزرقى مثلا بتكلم عنها صغيرة اللي هي صفر فاصل اربعة وعشرين بتكلم عن الارقام بتبقى يعني ممكن انا ميزها برضو بشكل الوان بالشك ده كده بحيث هقدر اميز تركيز المادة دي داخل الجسم عامل ازاي ممكن بقى ان انا اميز تركيز مادتين ريلاتف لبعض يعني بالنسبة لبعض يعني كولين على الكرياتين مثلا ممكن يبقى برضو له اهمية تشخصية مش قليلة يعني ممكن برضو لو رسمت او خدت تركيز بتاع الكولين مع الكرياتين واسمتهم لتين على بعضه رسمت الخريطة بتاع الكلام ده هنا كده ممكن برضو انها تديني برضو بعض المعلومات المهمة عن يعني الاجزاء المختلفة اللي في المخ دي التركيزات بتاع المواد دي هل طبيعية ولا مش طبيعية ممكن نعمل حاجة مختلفة تماما بقى احنا ناخد نفس الجزء اللي احنا بنتكلم عليه هنا دوت ونرسم له لكل واحدة من النقط دي نرسم رسم بياني كده يقولينا مجموعة المواد العضوية اللي موجودة فيه تركيزاتها كلها كام يعني لو انا خدت واحدة من دول هتطلع لي عبارة عن رسم بياني كده يقولي مجموعة عندي مجموعة كبيرة من المواد العضوية اللي موجودة جوه تركيزها بالنسبة لبعضية عاملة ازاي طبعا انا اتخيل مثلا ان انا ممكن في وضع زي كده ممكن استعمل حاجة زي كده عشان اعرف مثلا الطريقة بتاعة التغيرات الكيميائية اللي بتحصل في المخ وممكن اميز بيها الاماكن الغير طبيعية اللي موجودة في المخ وممكن اميز بيها الاجزاء اللي في المخ اللي بتعمل وظائف معينة يعني بناء على نوعية المواد الكيميائي اللي موجودة فيه احد الاستعمالات المهمة جدا بالنسبة لتصوير التركيب الكيميائي هو استعمالها في تحليل الانسجة ممكن باستعمال تصوير التركيب الكيميائي ان انا اعمل عينة افتراضية للكشف دون جراحة يعني بمعنى اينا دلوقتي عندي مثلا صورة للمخ بالشك ده كده من الواضح ان فيها تغير تشريحي عن الطبيعي موجود هنا في الجزء ده الحل الجراحي بيقول ان انا اخش هنا مثلا بابرة واخد عينة من المكان ده وحللها برا في المعمل طب فاردا دلوقتي انا عايز اتأكد ان ممكن يكون الجزء ده مثلا يكون فيه جلطة والجلطة دي ممكن انها تدوب ببعض العلاجات البسيطة غير لما يكون ورم فعايز اعرف الطبيعة بتاعت المكان ده ايه ممكن لو انا استعملت تصوير التركيب الكيميائي ان انا اخد مثلا المربع اللي فيه الجزء المش طبيعي ده وارسم له المكونات بتاعته اذا ما احنا شايفين هنا كده ومنها اعرف بزرات اذا كان المكان ده يعني مكون من جلطة دموية ولا من ورم وادر احد النوع الورم ده ايه كمان مش بس كده ده ممكن نرسم خريطة كاملة للاجزاء المخ كلها الكولين مثلا والكريتين والن اي 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 والاكتيت وطبعا لو كان عندي جزء فيه مثلا حاجة شكلها مش طبيعي هلاقي بوضوح جدا ان هنا شكله مميز جدا عن باية الاجزاء التانية وواضح في كل واحدة من الاجزاء المختلفة او كل واحدة من المكونات المختلفة ان نفس الجزء نفسه ما هواش طبيعي فبالتالي ان الجزء ده مش طبيعي اولا واضر استانتج منه ثانيا نوع التغير الغير طبيعي دوت بيبقى عبارة عن ايه فطبعا ده ممكن ان هو يوفر علي استعمال تدخل جراحي في حين ان انا يعني ممكن مكنش محتاجه طبعا اولا لما نقرر طبعا باستعمال الكشف دوت ان الاحتمال كبير يكون المكان دوت فيه مثلا ورم خبيث مثلا يبقى سعيدها طبعا لتدخل جراحي يبقى في الحالة دي يبقى منطقي وطبعا ممكن احنا نبرره انما تدخل جراحي علشان نشخص وعندنا من الوسائل اللي احنا نقدر نستعملها علشان ما نعملش تدخل جراحي طبعا ما يبقاش كلام سليم واحدة من الحاجات المميزة جدا في تصوير الطبي برضو هي امكانية تصوير الارتباط العضوي والوظيفي في الاجزاء المختلفة في المخ بالذات فهدف تصوير الارتباط العضوي والوظيفي دوت هو استنباط وجود سبل ارتباط عضوي او وظيفي بين مناطق المخ وعرض هذه الروابط على الصورة التشريحية لاغراض الاعداد للجراحة او فهم طبيعة عمل المخ طبعا هممكن يتخل فيه شخص عنده وده فعلا ممكن يبقى واقع يعني فيه شخص عنده ورن بالشكل ده كده وداخل عشان يعمل جراحة علشان يشيل الجزء دوت مهم جدا بالنسبة للاطباء ان هما يعرفوا الجزء ده متداخل مع اهني وظائف للمخ علشان يحاول يتجنب انه هو يعني يشيل جزء اكبر من اللازم من الاجزاء اللي حواليه ويسبب بيها فقد الحاجة ممكن ايه ما تفقدش فقد مثلا لبعض المزايا بتاعت الحركة او بتاعت الاحساس وبعض الحواس بتاعت الانسان فطبعا مهم جدا هو يعرف الجزء دوت مرتبط بايه والاجزاء اللي حواليه مرتبطة ببعضيها ازاي فاللي بيحصل هنا في التصوير الانتباط اللي عضوي وظيفي دوت انه هو بيقدر يطلع صورة تعبر لنا عن الاعصاب اللي ماشي بين جزء والتاني يعني انا ممكن الجزء اللي حوالين الورم دوت اقدر اعمل تصوير الاعصاب اللي حواليه وصله ازاي واقدر من التصوير دوت اقدر اعرف بالزبط الجزء دوت يعني متداخل مع ايه بالزبط طبعا ممكن نرسم الاعصاب دي بشكل ثلاثة الاعباب بالشكل ده كده او ممكن نعمله بحاجة بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت بيبقى يعني عبارة عن تخطيط لكل الاعصاب اللي موجودة في المخ ماشي ازاي بحيث برضو تبقى مفيدة بالنسبة للشخص نفسه ان هو يلاحز اذا كان فيه ايه تغيرات او ايه ارتباطات بين اجزاء مكانش بعد قبل كده معروف انه فيه ارتباط دوت ده بيستعمل في الجراحة وبيستعمل برضو عشان فهم طبيعة عمل المخ يعني بنتكلم على ان احنا ممكن يبقى فيه عندنا مثلا جزئين في المخ مثلا بيشتغل بطريقة مختلفة او يعني معروف مثلا من الافكار القديمة اللي موجودة في الطب مثلا الجزئين دول مرهمش ايه علاقة ببعض خالص لو لقينا ان فيه بينهم ارتباط عضوي يبقى لازم نبتل نفكر هل الجزئين دول بيتكامله في وظيفة معينة ولا لا فدي طبعا واحدة من الحاجات المهمة قوي اللي بتثبت مثلا موجود علاقة بين اجزاء معينة في المخ وبعضي بالنسبة لتصوير اتصال العضوي نفسه زي ما كنت بقول ممكن يبقى عبارة عن ان انا بشوف المسارات العصبية بين الاجزاء المختلفة ووجود مسار عصبي بين نقطتين يبقى بيدول ان فيه ارتباط عضوي بين النقطتين دول وبعض فده طبعا بيبقى يعني اهم حاجة نقدر نحن نطلعها الارتباط الوظيفة مختلف شوية الارتباط الوظيفة انه هو بنصمت المناطق التي تنشط معا في وظائف معينة يعني مستعمل بقى التصوير الوظيفة اللي احنا كنا رسا نتكلم عليه من شوية في المحاضرة وفي التصوير الوظيفة ده بنلاحظ الاماكن اللي هي بتشتغل مع بعض في اثناء عملية مثلا الاحساس بحاجة معينة او في اثناء مثلا حركة الايد يعني بنلاحظ ان في عندنا مثلا في بعض الاحيان بيبقى في عندنا بعض الاماكن دايما بتبقى بتنشط في نفس الوقت فبس تنتج من الكلام ده ان في عندي الاماكن دي بتشتغل مع بعض علشان تتكامل في الوظيفة اللي احنا بنعمل لها تصوير في اثناء عملية التصوير الوظيفة دي ففي الحاليات دي الحقيقة بنستنبط الاماكن دي ونبتدي بعد كده ندور اذا كان فيه من المرتباط عضوي ولا لا ومن كده بنحاول الحقيقة اكدنا بنحاول ان احنا نفهم الدائرة العامة بتاعة المخ بتشتغل ازاي بنعرف التوصيلات الداخلية اللي في المخ عاملة ازاي ونعرف منها نحاول نستنتج طريقة عمل المخ عاملة ازاي بالزبط اشكركم وانا حسن المتابعة ونلتقي ان شاء الله في الجزء الخامس من المحاضرة الاولى ان شاء الله اشتركوا في القناة